من جانبه أكد سعادة النائب محمود مكي البحراني رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية وتنفيذية خلال هذه الفترة من أجل الوصول للتعافي الاقتصادي المنشود الذي ينعكس أثره على نمو الاقتصاد الوطني وعودة العمل على تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي للوصول للتوازن بين المصرفات والإرادات وبالتالي الانتعاش الاقتصادي بما يحقق النماء والخير للوطن والمواطنين وقال إن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب تضع في أولوياتها العمل بالشراكة مع السلطة التشريعية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي للمملكة وفق مبادرات تضع في الحسبان مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول مع أهمية عدم تأثر ذوي الدخل المحدود منوها بأن ما تم استعراضه اليوم من مبادرات لخفض المصرفات وتنمية الإرادات غير النفطية خلال الاجتماع مع الفريق الحكومي تأتي كانطلاقة لمواصلة العمل في تنفيذ هذه المبادرات بما يحقق الأثر المنشود منها ونوها سعادة النائب محمود البحراني بما أبدته السلطة التنفيذية من تعاون دائم طوال جلسات المناقشات من أجل وصول للمقترحات والمبادرات التي يكون لها الأثر المستدام على الاقتصاد الوطني وسرعة التعافي مع عدم المساس بالمواطن بأي تأثير جراء تنفيذها